ديناميكية إيجابية تدركها علاقة رافقتها التوترات منذ العهد الرئاسي الأخير في لبنان بين حركة أمل والتيار الوطني الحر إذ يسعى الأخير وسط حديث عن لقاءات تشورية جامعة بعد رمضان لأن يضمن حليفاً يقدم له الدعم بعد أن خسر تحالفه مع حزب الله إذ رانقسام كان جزءاً منه في الداخل اللبناني حول جدوى الانخراط في حرب يديرها الأخير من الجنوب زيارات علنية لكنها بعيدة عن الأضواء قام بها ممثل التيار إلى عين التينة نجحت في إحداث الخرق المطلوب إذ شجع جوه إيجابي عام شملته النقاشات حول تناول العلاقات البينية بين أمل والتيار والتطرق لملفات إصلاحية أساسية وصولاً إلى الاستحقاق الرئاسي التعاطي بإيجابية مع دعوة رئيس البرلمان وقائد حركة أمل نبيه بري للتحور حول إنجاز الاستحقاق الرئاسي كان منطلق نقاش التيار الوطني الحر في عين التينة حيث أكد التيار رغبته في أن تؤدي أي صيغة طلاق بين الفرقاء اللبنانيين إلى نتائج عملية تصمر عن انتهاء الشغور في سدة الرئاسة وتمثيل الشراكة الوطنية ومجابهة مشاريع التفتيت تأمين الإحاطة لمبادرة تكتل الاعتدال الوطني لتنجح في الوصول إلى التشاور وفق آلية واضحة أحد أبرز المحددات التي تقاطعت من خلالها رؤى الطيار الوطني وحركة أمل فيما تأتي مبادرة بكيركي أحدث التحركات الوطنية الرامية للحوار الجامع باعتبارها خطوة داعمة لأهداف تلك اللقاءات المرتقبة أو خطوة محرجة لمن يريد لها العرقلة ترجمة نانسي قنقر